كلنا بنخاف من الموت لكن بدرجات مختلفة في ناس بتقلق وبتخاف وبتفكر في الموت أكتر كتير من ناس تانية أحد أسباب الخوف من الموت هو معتقدتنا الملحد هو إنسان بيعتقد أن كل الأديان صناعة بشرية وأنه ليس هناك إله خلقنا وخلق الكون وبالتالي ليس هناك حياة أخرى ويوم قيامة وحساب وجنة ونار طب تفتكر أنه ممكن يكون بيخاف من الموت؟ هل السبب الوحيد للخوف من الموت هو الاعتقاد بوجود حساب بعد الموت؟ الإجابة لا في أسباب تانية غير موضوع الاعتقاد بيخلينا نخاف من الموت أحد هذه الأسباب هي غريزة البقاء وهي غريزة بيشترك فيها كل المخلوقات وهي اللي بتخلينا نقاوم ونكره الموت والسبب آخر هو الخوف من ترك الأحباب والقلق عليهم خاصة لو كانوا معتمدين علينا وكمان الخوف من عملية الموت نفسها الخوف من الألم المصاحب للموت رغم أننا بنعاني من ألم المرض اللي ممكن جدا أنها تكون أشد بكتير من ألم الموت إلا أننا برضو بنخاف من ألم الموت وآخر سبب هو قراهية أننا لا نستطيع التحكم في الموت هو أننا لا حول لنا ولا قوة أن الواحد ما يقدرش يهزم الموت وإحنا بطبيعتنا بنبقى عايزين نتحكم وننتصر وما نخليش شيء يهزمنا ونيجي لإجابة عنوان الحلقة هل الملحدين بيخافوا من الموت أكتر من المتدينين؟ الإجابة أن الدراسات وجدت أن الملحدين والمتدينين متساويين في أنهم يكونوا أقل الناس خوفا من الموت الملحد لا يعتقد بوجود حساب فعشان كده ما بيخافش بالزيادة من الموت والمتدين متطمن أنه عمل الواجبات الدينية اللي عليه وعاش إلى حد كبير حياة رضي ربنا وبالتالي مش بيخاف قوي من الموت أما غير المتدينين اللي في الوسط اللي مش ملحدين أو مش متدينين فهم أكتر الناس خوفا من الموت لأنهم بيعتقدوا بوجود حساب وعذاب وخوفهم من ذنوبهم بيخليهم داخليا خايفين من الحساب أكتر من المتدينين رغم أن ربنا سبحانه وتعالى رحيم وغفور ورحمته واسعة كل شيء لكن ده مش معناه طبعا أن المتدينين والملحدين مش بيخافوا من الموت لأهم فقط أقل من غيرهم في الخوف منه لأن الخوف من الموت شيء طبيعي لكن الغير طبيعي أن الخوف ده يكون بالزيادة ويصل إلى حد المرض واللي بتسمى بفوبيا الموت شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة شكرا لكم على المتابعة للقناة